بعد ست سنوات من السياسة الخاطئة ودعم التنظيمات الإرهابية حلم أردغان بالصلاة في الجامع الأموي ينتهي بالفشل لتقول تركيا من بعدها مرغمة إنها يجب أن تحترم سوريا العلمانية موحدة أرضا وشعبا حلم تركيا في سوريا سقط في موسكو وحكومة العدالة والتنمية العالقة في مستنقع الإرهاب لسان حالها يقول إنها تعلق بهذه العبارة وصفت وسائل الإعلام التركية المعارضة فشل مشروع أردغان وإخوانه في سوريا مضيفة بأن تقدم الجيش العربي السوري في حلب وانهيار صفوف الإرهابيين المدعومين من حكومة العدالة والتنمية كان له الدور الأساس في اعتراف تركيا بهزيمتها إضافة إلى الفاتورة الكبيرة التي أثقلت كاهل النظام أردغان من الناحيتين الاقتصادية والأمنية وأشارت وسائل الإعلام أيضا إلى أن نجد مع موسكو الثلاثي كان بمثابة إعلان رسمي لنهاية الأطماع الأردغانية في الأرض السورية ليست وسائل الإعلام المعارضة وحدها التي أكدت هزيمة أردغان بل حتى الصحف والإعلاميون المولون للنظام التركي أقروا بها ولو بشكل غير مباشر الكاتب إبراهيم قاراجول المعروف بعلاقته الشخصية مع أردغان كتب في صحيفة ييني شفق الناطقة باسم العدلة والتنمية مقالا بعنوان يجب إنهاء الحرب السورية مهما كان الثمن تحدث فيه عن ضرورة القضاء على الإرهاب داعيا حكومة بلاده إلى سحب يدها من سوريا والعمل مع روسيا وإيران على مكافحة الإرهاب في المنطقة تبقى الاعترافات السابقة مجرد كلام إعلامية لم يقترن بفعل حقيقي على الأرض حتى الآن والحديث الجدي عن تغير في موقف النظام التركي مرهون بما ستحمله تطورات الأيام المقبلة